الحقيقة يعني حنقعد نقرأ وحنقعد نتكلم ونقول ونفكر والعالم بيتطور والتكنولوجيا والكلام ده كله أنا عزيب الحقيقة اللي سكريبت كده من إيدي حتكلم مع حضراتكم بالأنا نفسي عايشه النهاردة الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اللي في حياتنا وتاريخها كله أولا هي أهضارة 50-60% من القوة البدنية بتاعتنا بقينا اهتمدنا على كل التكنولوجيات اللي احنا بنعملها لو أنا كنت بنزل كل شهر عشان أقبض الفلوس بتاعتي أو أن أنا أعمل تحويل لولادي أو أن أنا أعمل أي عملية حسابية فكنت بأخذ مشوار بروح البنك بأقف بحول بتعامل مع بشر بشوف ناس بشوف مواقف بتعلم منها في الشارع فكل حركة أنا بعملها هي حركات ناجحة للعقل وللبدن حركة للبدن بتتحرك قوتك العضلية بتتحرك والعقل بيشتغل وبياخد قرارات النهاردة لو احنا رايحين مشوار بنفضل نمشي ونمركزين في الشوارع عشان نعرف احنا رايحين المكان دا لأنه حنروحه تاني النهاردة الجي بي اس حل المشكلة دي خالص بقيت انت بتلغي دماغك وبتمشي على هذا الابليكيشن العظيم كل الامور دي يمكن كتير من الجيل الجديد لما يسمعني يقول لي انت طب انت زعلان ليه زعلان ليه دي انا حاسبها لضيفي دايما اللي بينورني وبيطلقنا على كل ما هو جديد لكن زعلان ليه لانه في جزء مهم جدا اختفى من حياتنا وانتو حاسينه دلوقتي هو سرقة الفرحة والبهجة احنا في حاجة عندنا نقصانة ايه هي خلوني ارحب بالمهندس زيادة عبدالتواب ونورني وخبير طبعا التكنولوجيا ودايما بتنور مصر جميلة باش مهندس زيادة يعني زي ما بنقول كده كالعادة بشرح مع حضرتك سعيد جدا بالتكنولوجيا وسعيد جدا انها دخلت مصر احنا بقلنا بيع طويل في مصر عملنا كل الحقيقة بتاعت التكنولوجيا دخلت عندنا عندنا بوابة مصر الرقمية عندنا امور كتير جدا ما كانتش موجودة كمان اطلاق الامر الصناعي اللي حيوفر الانترنت بشكل طبعا فضائي ده احنا دخلينه قريب امور كتير جدا حدوك تعلمه اكتر مني شيء عظيم جدا وده بقى نمط الحياة بتاعنا مظبوط افنديم؟ صحيح طيب اذا كان الاصطناعي ما بين قصين كده فضل افنديم تكلمني عنه قبل ما نروح للسلبيات اللي انا بشوفها اخطر حتى من وجوده في حياتنا طيب الاول اذا كان الاصطناعي ما هواش حاجة جديدة يعني هما ابتدت الناس اللي بتشتغل في البرمجيات ممكن نقول من سنة 43 يتكلموا فيه زي انه حاكي العقل البشري العقل البشري بمنطقة البساطة بيشتغل زي عنده بيانات وعنده خبرات وعنده قدرة على انه يقارن ما بين المواقف المختلفة ويطلع نتيجة او يطلع رأيه الشخصي بناء على الكم المتراكم اللي موجود عنده وهي الفكرة البسيطة دي اللي حاول ان هما ينقلوها من العقل البشري للعقل الالكتروني طبعا التطور بتاعها كان بطيء في الاول نتيجة انه علشان يبقى الذكاء الاصطناعي ده بيطلع نتيجة كويسة لازم يكون كم البيانات اللي موجودة فيه كتير ويكون عنده القدرة على تحليل هذه البيانات ببرمجيات متطورة البرمجيات ما كانتش متطورة والقدرات التخزينية ما كانتش كبيرة وحجم البيانات ما كانش كبير عادنا كده ممكن دخلنا ستنات سبعينات ثمانيات لغاية ما بدنا في بداية التسعينات شبكة الانترنت تبقى موجودة عدد مستخدمين للانترنت ابتدى يتزايد باستمرار احنا دلوقتي وصلين لخمسة مليار مستخدم لشبكة الانترنت على مستوى العالم كله وكل فيه عندنا تلفونات محمولة شبكات تواصل اجتماعي عندنا حاجة اسمها انترنت الاشياء يعني مش مجرد ان الجهاز الكمبيوتر او جهاز التلفون هو اللي متصل بشبكة الانترنت لا بقى فيه حاجات كتير جدا في البيت على سبيل المثال تبقى متصلة بشبكة الانترنت التلاجة الغسالة التلفزيون الكاميرات اللي موجودة في الشوارع فبقت كلها سمارت كلها بتستخدم كده احس شغل التلاجة بتشغلها بالابليكيشن تليفزيون تكييف بالظبط امور بقت سهلة جدا مش مجرد بس تحكم فيها لكن الاجهزة دي بتطلع بيانات يعني التلاجة هتقول لحضرتك حالتها عاملة ازاي حالتها حالة الكهرباء اللي فيها حالة المحتويات اللي جواها المحتويات اللي جواها مثلا الجزء اللي تحط فيه اللبن تحط فيه البيت بتاعي يقول لك ان بدأ يقل يعني هو بدأ يتواصل معاك وبيوصل للمراحل تانية هو ممكن يتصل مثلا بالقال ويجيب الطلبات وده موجود وفلوس تدفع من البنك برضو الكتروني فبقت بتطلع كمية كبيرة جدا من البيانات في نفس الوقت التطور التكنولوجي في القدرات الحسابية للحواسب الألية وقدرات التخزينية زادت والبرمجيات زادت قوي فده بقى يعني مناخ مناسب جدا لتطوير الذكاء الاصطناعي وانه يقدر يطلع النتائج اللي فعلا تبقى مبهرة برضو كلام ده كلام علمي والناس اللي ممكن في الأكاديميين بيكلموا عنه بادينا نحس في مصر ان احنا الدولة بتادي تتجه ناحية ان هي تعمل كليات للذكاء الاصطناعي برضو الناس مش حاسة قوي يعني ايه هنعمل بي ايه اه يقولوا انه بيستعمل في الزراعة وفي مجال الصناعة وفي الطب وفي التعليم وكلام الرائع ده لغاية نوفمبر اللي فات شهر نوفمبر طلع تطبيق للمحادثة اسمه تشات جي بي تي تطبيق المحادثة دوت بمنتهى البساطة هو قاعدة بيانات كبيرة جدا وخوارزميات او برامج بحيث ان هو يقدر حارك تسأله سؤال يبحث في كل قواعد البيانات اللي عنده ويطلع لحضرتك خلاصة سأقل من سواني ويطلع النتيجة دي مش مجرد ان هو يبحث ويطلع نتيجة لا هو كمان انت ممكن تقوله قارن حاجات ببعضها ممكن تقوله اكتب لي مقالة اروح كتب لك المقالة اكتب لي مقالة عن كذا كذا صحيح ممكن تقوله اكتب لي مصرحية بطريقة شكسبير اروح كتب لحاركة مصرحية بالانجليزي القديم اي او اكتب لي مثلا كتاب كبار وقعوا في القصة دي واتفاجئنا ان هما بيكتبوا عن طريق شات جي بي فده اللي ما بتدى ينتشر والناس كلها تستعملوا وحاسوا لا ان الذكاء الاصناعي داخل في مرحلة تانية يعني مش الكلام اللي كنا بنسمعه عنه زمان غير كده ابتدى يخش فيه المالتي ميديا يعني ابتدى ده مش مجرد ان انا بكتب بس وهو بيرد علي كتابة لا ده انا ممكن اكتب له اقوله ارسم لي لوحة فيروح رسم لي اللوحة اقوله اللحن لي اغنية ادي له كلمات وهو يلحن او استعمل صوتي ادي له صوتي لمدة 30 ثانية بس يعرف هو نبرة صوتي وبعدين هو يستعمل نبرة صوتي دي بعد كده ان هو يقول كلام انا ما قلتهش صحيح او يغني اغنية انا ما قلتهاش يعني على الجانب الايجابي انا ممكن اوصيه ووصله ان هو يقوم بمجموعة مهام وانا مش موجود هيعملها هيعملها او يستخدم ضدي ان هو يخليني اعمل مكالمة معينة انا ما قلتهاش خالص بتكتشف الحاجات دي دكتور زياد بتكتشف اه طبعا لان هو مازال الى الان ما هواش بدرجة الدقة المية في المية يعني محتاجة خبير لكن محتاجة طبعا خبرة خبير يعني قوي جدا في الحيطة دي لانه التطبق بقى يعني خطير الحقيقة والخبير ده مش مجرد خبير بعقله القبيعي يعني هو برضو فيه عنده الاجهزة عنده تطبيقات للذكاء الصناعي تكتشف اذا كانت الحاجات دي معمولة طبيعية ولا معمولة بالذكاء الصناعي برضو فيه مستوى تاني من الذكاء الصناعي استخدامه في الحروب السبرانية اللي هي حروب الشبكات وحروب أنظمة المعلومات وكده كان زمان بيبقى فيه المخترق أو الهاكر ده هو اللي بيخش على منظومة لا دلوقتي ما بقاش هكر طبيعي الهاكر بقى تطبيق للذكاء الصناعي هو اللي بيعمل هجوم على منظومة كان آخر فلو انا بعمل حاجة بالذكاء الصناعي طبعا عنده قدرة على السرعة والمنورة والتحليل السريع البناء ده مش هيقدر يجابه ده بطبيعته فلازم الأنظمة الضفاعية تبقى أنظمة ذكاء الصناعي برضو صح فيبقى اللي بيهاجم ذكاء الصناعي واللي بيرد عليه أو بيحمي ذكاء الصناعي فيبقى السؤال بقى فين البناء آدم فين الإنسان ممكن نوصل خرج بره المنظومة كان فيه أحد الأفلام الأجنبية ونتعرف الأمريكان دايما بيفجؤون أو مش بيفجؤون بيقولولنا اللي هيحصل في المستقبل وبيحصل بالفعل أحد الأفلام دي أنه هذه الكمبيوترات اللي اشتغلت اتفقت مع بعض وعملت غزو للعالم فوقفت حال العالم كله اللي بيستخدم هذه التكنولوجيا ده ممكن يحصل في تطار التكنولوجيا دلوقتي؟ ممكن يحصل بس مش دلوقتي يعني ممكن يحصل في خلال مثلا 30-40 سنة لو الإنسان ساب الذكاء الاصطناعي مش هيسيبه من غير ما يبقى فيه مثاق للتطوير للذكاء الاصطناعي مثاق شرف للتطوير من غير ما يبقى فيه قواعد وقوانين تتحطى على مستوى الدولي وعلى مستوى الدول يعني احنا مثلا الأسبوع اللي فات كانت نائبة الرئيس الأمريكي بتتكلم ان ضرورة وجود تشريعات لمنظومات الذكاء الاصطناعي عايز أدي حرك مثال بسيط على الذكاء الاصطناعي والاحتياج للتشريع حرك عارف ان فيه حاجة اسمها سيارات ذاتية القيادة دي عربية بتتحرك لوحدها بتتحرك بالذكاء الاصطناعي فيها مجموعة من المجسات والكاميرات بتقدر تعرف حالة الطريق والبرنامج هو اللي بيتحكم فيه العربية تسرع تبطأ وبيقولوا حتى في السيارات دي صاحب العربية ممكن يبقى قاعد في الكرسي اللي وراء بيقرأ كتاب وهيلاقي نفسه وصل في الآخر للمكان اللي هو عايزه طيب ماذا لو نتيجة السيارة دي هي ماشية في الطريق قدرا لأي سبب من الأسيار خبطت حد والشخص ده مات أهل ورفعه قضية على مين على صاحب العربية اللي قاعد في الكنبة اللي وراء وغير مسؤول عن قيادتها ولا عن الشركة المصممة للسيارة ولا عن المبرمج اللي عمل برمجيات بتاعت الذكاء الصناعي فالقصص اللي هي لسه احنا مش عارفين احنا كده مش عارفين مين الجاني مش عارفين مين المتهم مين المتهم ده مثال بسيط فمثال تاني مثلا صحيح ده هيقف يعني القاضي هيقف قدام الجزئي دي يعني بشكل كبير لازم ينظمها المفاق هنا لا المفاق ده علشان التطوير بس المفاق لوحده مش كافي حركة على كلاما المواثيق ممكن يتم يعني اختراقها امتالي القانون هيرجع هنا على الشركة بتاعتلي الشركة هتقول انا المبرمج هو اللي عمل فهي لسه مناطق محتاجة ان يبقى فيه تشريعات لها فيه موضوع تاني برضو كانوا بيكلموا على استخدام الذكاء للصناعي في بدائل الوظائف وكده انه ممكن يبقى فيه محامي برنامج للذكاء للصناعي مش محامي حقيقي بتدخلوا القوانين وتدخلوا القضية اللي حصل فيها الكلام اللي جاي من النيابة وهو يطلع مرافعة وتتقال قدام القضي ويحله الكلام ده في امريكا بس هم حتى النظام القضائي في امريكا لم يعتمد المحامي الذاكي ده انه يقدر يقف قدام في ساحات القضاء قدام القاضي بس هم قالوا على يعني ابسط حاجة انه هو ممكن الكلام اللي هيطلع منه المتهم يعني يطلع عليه بحيث انه ممكن يدفع عن نفسه لو هو عايز يعتمد عليه لكن النظام القضائي الامريكي طبيعي طبيعي مش مش معتمد عليه وابتدوا يتكلموا على حاجة تانية قالوا ان البرمجيات اللي موجودة اللي هي هتطلع الدفوع هيدفع بيها على الناس ما هياش موضعية إلى حد ما لان هي بيقولوا ساعات بتبقى فيها انحيازات يعني مثلا طلعوا منها انحيازات ضد الملونين يعني لو فيه واحد افريكان امريكان في القضية البرنامج نفسه هيبقى ملحظ ضده من القضية ومفروض ان العدالة طبعا بتبقى يعني لانه تم تخزيته بكده بالزبط كده بالجزئية دي عايزة جيلك المواقع احنا عشنا بقى لنا فترة كده انه الفنان والمطرب عمرو مصطفى دخل اغنية بصوت الفنانة موكلسوم قامت ورسة الفنانة موكلسوم برفع قضية وحصل تفاوض وحصل اتفاق وما الى ذلك لاستخدام هذه التقنية وهذه الطريقة في الزكاة الاصطناعي انا اتخيل انه هنا برضو هيكون في مجموعة من المشكلات يعني انا مش متخيل مثلا فنان عبدالحليم حافظ بيغني مهرجانات يعني جزء ادبي واخلاق كبير جدا من القائمين ولكن حب الفضول سواء عند الجمهور او الفنانين وارد جدا انه هذه البرامج بعد كده تباع وتنزل مجانا على الابل ستور او ما الى ذلك وده بيحصل يعني فيه برامج فيه تطبيقات وحركة طبعا بتعرف بتغير الصوت وبالتالي هي نفسها بس بتحط النبرة الاساسية بتاعت النجم او الفنان او الشخص نفسه هنا الوضع هيبقى شكله ايه هو برضو ده يرجعنا لنقطة التشريعات اللي تنظم هذا الامر يعني القضية بتاعت الفنان عمر مصطفى وكان فيه برضو حاجة تانية صوت الفنان عبدالحليم حافظ استخدم في اغنية للفنان عمر دياب من كام يوم وبرضو الورصة او يعني الاسرة بتاعته قالت انها تتوجه للنائب العام ببلاغ لانه بيستغل صوته من غير ما ياخد موافقة من الاسرة وبعدين هي مش مجرد موافقة باستغلال الصوت بس لا استغلال الصوت هتستغله في ايه ولازم نبقى عارفين الحاجة اللي انت هتستغله فيها حاجة شبيهة دي كانت حصلت من حوالي اربع خمس شهور في الولايات المتحدة الامريكية طالع خبر عن النجم الكبير بروس ويلز هو حاليا عنده مشاكل صحية تمنعه من التمثيل وكده ان فيه شركة قالت ان هي هتستغل حق يعني تستغل شكله ووشه وصوته عشان تعمل الافلام جديدة لبروس ويلز زي داي هارد معرفش هو حصل لستة ولا كان عمله عشرة مثل يعني حاجة كده وبعدين طلع هو قال او يعني برضو المحامي بتاعه وقال ان انا ما عنديش مشكلة بس لازم يكون فيه اتفاق الاول ما بيننا على هذا الامر لكن طبعا غير الاتفاقات دي طبعا فيه ناس كتير هتقدر ان هي تستعمل الحاجات دي زي ما حريبا تقول لو بقت مجانية لكن مش هيقدروا يلاحقوا كل الناس دي مش هيقدروا يلاحقوا كل الناس دي لكن زي ما فيه جرائم انترنت بتحصل عادية وبيتم وجود يعني برامج جديدة علشان تقدر ان هي تعمل مكافحة للجرائم تقنيت المعلومات وفيه تشريعات بتتحط فالمستقبل هيحمل الاتنين يعني لكن دايما اي تكنولوجيا اول ما بتطلع القانون بيتأخر شوية على ما يكدي يلم خيوطها وشكل الجرائم من فضلك احنا بنحاول نستقرق المستقبل بمعنى انه هذا زكاء الاصطناعي هو مفيد جدا وفر علينا الحقيقة مجهود كبير وفر علينا مجموعة من المشاوير اللي كنا بنعملها وفر علينا كمان يعني طاقة وجهد وحاجات كده كنا بنعملها لكن في نفس الامر انه الجسم البشر يتخلق في حركة فبالتالي احنا بقينا مكسلين قوي لو انا عايز انزل اروح مشوار انا ممكن اعمل مكالمة تليفون وانزياد حانا اجل المشوار دوت او نتفق مع بعض او نعمل زوم ميتنج انا وانت وخلصنا القصة على كده وده بيعمل تقليل في جهد وعمر وصحة الانسان ليه حلول؟ اه ليه حلول بس خليني اقول لحضرتك الخطورة الكبيرة اللي جاي يعني احنا قبل عصر الالة كان الانسان بيعتمد على قواته العضلية في بيشيل حاجة بيحط حاجة لغاية ما ابتدى يوصل لعصر الالة وانتقاله بدل ما كنا بنمشي بقينا بنركب حاجة ونتحرك بيها وزي ما حالك قلت لما التكنولوجيا دخلت بقينا في مشاوير كتيرة جدا بنعملها واحنا قاعدين كل ده فخلى الانسان بتاع الماضي قوته العضلية اقوى من الانسان بتاع الحاضر لكن المستقبل انا هاعتمد على الذكاء للصناعي اكتر ما انا بعتمد على عقلي فالانسان في المستقبل عقله لو ما تمش تدريبه قدراته العقلية هتقل عايز اقول ان نسبة الذكاء الطبيعي بتاعتنا هتقل لان انا مثلا عايز اكتب مقالة الزكرة والقدرة على التحليل وربط الاشياء ببعضها اللي هي الخبرة الحياتية بتاعتنا هتقل يعني انا مثلا لو انا طالب وعايز اعمل موضوع تعبير ما انا لازم ابتدي اكتبه والمدرس يصحح لي لا انا هجيبه من على الناس هجيبه من على التشات جي بيتي ده في ثلاث ثواني هيطلع رائع خلاص انا كده السفات ايه كطالب انا اخدت الدرجة النهائية بس انا في الاخر قدراتي اللغوية وقدراتي على الصياغة مش هتبقى موجودة ده بس مجرد مثال لكن طبعا في اي حاجة انا ممكن ادي له معضلة اقول له حللي الموضوع ده انا ممكن اقول له كتب لي مقالة عملي بحث مفهود ده لك برضو ان ده هيبقى نمط حياتنا فاحنا مش هنطور من مهاراتنا الشخصية او الخاصة هنعتمد على ده انت هتيجي تقول لي في حلول انك انت تدرب نفسك وانك انت تقرأ وانك انت تراجع وانك انت حتى لو هتختار المقال ده انت تقرأه بعناية كلام ده مش هنحصل مفهودة شبه بالزبط ادمان شبكات التواصل الاجتماعي احنا بنقول ان احنا مفروض ما نستعملهاش اكتر من ساعة في اليوم ساعتين بالكتير او طب هارك بتضحك لان احنا بنستعملها بالعشر ساعة اربعة وشريت ساعة فهي القضية ان لازم يكون عندنا نوع من انواع التقنين في استخدام كل التكنولوجيا يعني اتخيل انه شكل الحياة النهاردة والوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه وزي ما انا قلت في المقدمة وعطاق المهات زياد موافقني وكتير من حضراتكم وزملائي جول كنترول انه في حاجة بقيت مفتقدة مفقودة مننا الحاجة دي ان احنا ما بقيناش بنحس بطعم الحاجة الحقيقي ان احنا نروح لقريبنا ونشاركهم افرحهم واحزانهم ان احنا نحب بعض بجد ان احنا نشارك بعض هذه اللحظات احنا بنعمل لايك وكومنت وشكرا على كده لأ خلونا نرجع تاني لحياتنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دايما بتنورنا واشكرك على مزيد من علمك شكرا رسول لحضراتكم بكرا ان شاء الله حلقة جديدة الى اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة